بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الدرس الرابع في الوحدة الأولى علامات الحرف بعد أن درسنا علامات الأسماء وعلامات الأفعال نتناول اليوم بالدراسة علامات الحروف علامة الحرف وأقصد به هنا حرف المعنى وليس حرف المبنى والفرق هنا أن حرف المعنى هو كلمة كحروف العطف وحروف الجر والاستفهام وغيرها أما حروف المباني فهي حروف الهجاء ليست كلمات علامة الحروف قالوا علامة عدمية يعني عدم وجود شيء من علامات الأسماء أو الأفعال يعني أن هذا هو حرف إذن علامته أن لا يقبل شيئا من علامة صاحبيه ماذا نعني بصاحبيه هنا نعني الأسماء والأفعال الأسماء والأفعال لأن الثلاثة تشكل الكلمات في اللغة العربية السؤال المهم الآن إلى كم أقسام الحروف إلى كم تنقسم الحروف يقسم العلماء الحرف إلى قسمين حرف سموها المختص وحرف غير مختص الحرف المختص هو الحرف الذي يدخل على نوع محدد من الكلمات فمثلا عندي حروف الجر حروف الجر هذه لا تدخل إلا على الأسماء حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء مثلا لله الأمر حرف الجر اللام يدخل على نفذ الجلالة فهو مختص فقط بالأسماء تخرجت في الجامعة في حرف جر لا يدخل إلا على الأسماء أيضا من حروف الجر المختصة حروف الجزم وجه اختصاصها أنها لا تدخل إلا على الأفعال أقول مثلا لم يلد ولم يولد لم هذه لا تدخل إلا على فعل لا تأتي منكرا أنا هنا أأمره هذه لا ناهية لا ناهية حرف جازم لا يدخل إلا على الأفعال أما الحروف التي لا تختص فهي حروف تدخل على الأسماء وقد تدخل على الأفعال هي حروف غير مختصة كحروف العطف على سبيل المثال أقول جاء محمد وعلي هنا حرف العطف الواو دخل على اسم وقد تدخل على الأفعال على حد سواء أقول كتبت وحافظت الدرس دخلت على فعل أيضا حرف هل وهمزة الاستفهام هذه حروف غير مختصة قد تدخل على الأسماء وقد تدخل على الأفعال هل زيد في الدار دخل حرف الهل على زيد وأقول هل حضر زيد دخل الحرف وهو هل حرف الاستفهام على الفعل هذا هو أهم ما يمكن أن يذكر في باب الحروف السلام عليكم ورحمة الله ألقاكم في وحدة جديدة